ورجع لكم تاني بعد ما عرضنا بريفيو عن المبادرة فكرة المبادرة دي جات لي ازاي؟ وفكرة المبادرة دي ازاي انا قدرت اربط العلاقات ببعضها في مجال التأهيل المهني لذوي الاعقاء طبعا انا جاي في اجازة عادي فقدت قاعد مع ناس من الحي بتاعي فبتكلم معهم عن فكرة التأهيل المهني لذوي الاعقاء فلقيت واحد من جيران يعني مشكورا يعني قال لي يا عام خالد هو يعني الاسوياء بيشتغلوا عشان المعاقين هنوفر لهم شغل فالموضوع ده تستفزين يا جماعة المعاق له الحق في الحياة كل الدستير الكونية والكتابات والرسل السماوية بتؤيد وابتدعم حق المعاق في الحياة انا لما جيت انت بتطلبني بالدمج المجتمعي كمعاق هل انت وفرتلي مكان يليق بي اللي انا اخش مثلا مطعم او اي مستشفى مهيئ بيئيا لي وانا اقعد على كرسي اوصل له لا يا جماعة الموضوع بس مش على قد الدولة الموضوع قائم علينا احنا كمجتمع لازم نغير مفهومنا احنا للابن المعاق الابن المعاق طاقة الابن المعاق قيمة مضافة ومن هنا جت فكرة المبادرة المبادرة دي يا جماعة قائمة على ثلاث محاور رئيسية المحور الاول قائم على اعداد اكبر قدر من اخصائي التأهيل المهني وده العنصر ده مفتقدون شوية مفتقدونه على مستوى الوطن العربي فيه موجود وفيه اجتهادات باسم الله ما شاء الله في مصر وسعادة الرئيس عفتاح السيسي مولي الموضوع ده اهتمام كبير جدا وحاجة طبعا دي مخليانة جمهورية مش مصر العربية لا جمهورية مصر العربية الانسانية دي زاوية او المحور اعدنا الاخصائيين المحور التاني اعدنا مراكز للتدريب المهني وفقا للمناهج اللي احنا اعدناها من خلال الاخصائيين وان شاء الله رب العالمين انا من خلال المنطلق ده هنحاول نخلي على مستوى جمهورية مصر العربية مجموعة مراكز متمثلة وممثلة اللي بيحصل في المركز الام وهيبقى فيه براند انا نسيت حاجة هنا في في الاكاديمية الخاصة بصانع الامل الخاصة بالمبادرة لعداد الاخصائيين نوضح حاجة مهمة جدا انه لازم ان شاء الله هيبقى فيه بروتوكول من خلاله الاخصائي الخريج من كليات العلم الاعاقة او وطفر المجال التربوي هيبقى فيه بروتوكول بينه وبيننا وبين جامعة معينة على اساس نقدر نعمل له شهادة معتمدة يخرج من خلالها اخصائي تأهيل مهني احنا عدنا الاخصائي واعدنا الورش وفقا للمناهج اللي هتم تدرسها الاخصائيين هيبقى لنا محور تالت المحور التالت ده قائم على اساس اللي احنا يبقى فيه شركة لتوظيف زاو الاعاقة بخلاف الخمسة في المية المطروحة ويجي هنا دور الدولة واللي احنا بلو ناشد فيها سعادة رئيس الجمهورية اللي يساعدنا فيها لحتى دي اللي خلينينا كشركة موظفة لولادي ذاو الاعاقة ايه لازم اتمتع كشركة بمجموعة من المميزات وانا باقترح على المستوى الشخصي مميزات مثلا في الجمارك مميزات في الاقتمان لو انا كمصنع او كمؤسسة طالب قرد او من خلال التأمينات الاجتماعية من خلال المواد الخام اللي ناخدها مدعومة من الدولة طالما انا بشغل اولاد معاقين الدولة هتدعبني طبعا اللي انا اشغل اوظف تاني واخد دعم بزيادة بالنسبة للتسويق كل دي مميزات انا لسه ما اتحددتش بس بطبح فيها في القيادة طبعا اللي تتولى الفكرة المبادرة دية على المستوى الرئاسي والمبادرة دية يا جماعة هي الحياة وهي الامل لكل ابن من ولدنا من ذو الاعقل الاب والام اللي ربنا رزقهم بمنحة ربانية ابن بيعودوا يتكلموا مع نفسهم كده ابني دلوقتي انا عايش له بعدما يعني هوصل لمرحلة معينة من من السن هل انا هعيش لابن ده طب لو يقدر الله ربنا اخد امانته ابن ده هيروح فين ومن اللي هيرعى يا جماعة التأهيل المهني هو المستقبل يا جماعة لازم نهتم بالتأهيل المهني لابنائنا ذو الاعقل يا جماعة اطالب سعادة الرئيس ان يتولى المبادرة دية ويؤمن بالقضية كل الناس بتشتغل بشكل كويس كل الناس بينقصنا بس مجال التأهيل المهني لولدنا ذو الاعقل وكذلك التوظيف فيا رب يا رب من خلال المناجدة دية ان المبادرة دية تتتخذ مفهوم رئاسي هنا سدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت هنا قلبي من جوة ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سابت من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لاما اكبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة وقاديت عالصعب اكترت واللي زمان واللي زمان ضحكوا على اكسفهم بالوقت يبيدار اكسفهم وهو رهنوا عليك بترساروا اكسفت انا ابنى مصر انا ضد الجسد انا رافع رأسي تملي الفوق طول العمر انا ابنى مصر قلبي مصر ما اقدرش يعيش ابدا يوم غير وانا حر شفت يا زمان ومواقف ملاشات بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت يا زمان ومواقف ملاشات بس الصدمات بتقوي ومش بتهد انا عندي صدقاء بالنفس ومنع ضد اليسد انا ابنى مصر انا ضد الجسد انا رافع رأسي تملي الفوق طول العمر انا ابنى مصر انا ابنى مصر قلبي مصر ما اقدرش يعيش ابدا يوم غير وانا حر انا ابنى مصر انا ابنى مصر انا ضد الجسد انا ضد الجسد انا ضد الجسد انا رافع رأسي تملي الفوق طول العمر انا ابنى مصر انا ابنى مصر انا ضد الجسد احب اعرفكم على نموذج النموذج ده رمز من رموز التحدي بعيدا عن نواح الاجتماعية والاقتصادية تحدى كل الظروف اللي عنده حسن اللول وشهرته حسن اللول كان بكل بساطة ممكن يعمل حاجة بسيطة يقعد على اول الشارع زيه زي بعض الناس اللي عندها تواكل ويمدي ايده ومحدش كان هيقدر يقول له لأ لكن هو تحدى صروفه وتحدى المفهوم اللي احنا متعارف عليه والنموذج ده انا حبيت احطه او اجيبه في اول حلقة من حلقات صنع الامل عشان يكون نموذج من نمازج صنعه الامل وصنع الامل كتير او في مصر اجماعة احنا مصريين احنا بنتمتع بقوة الجلد والعزيمة والقراطة اسمحلي يا حسن اهلا بك الاول انا اخذك في حتة تانية خالص عن الناس غالبا ما بتكلمك فيه تمام تمام ممكن الاول تعرفتني بنفسك انا اسمي حسن ابراهيم ممكن تعالوا صوتك الاول ما سمعت اسمي حسن ابراهيم وشورتي حسن اللول اهلا بك من اين يا حسن؟ منصورة اهلا بك طبعا بمسي على كل حبيبي ولاد منصورة ولاد بلدي اهلا بك وعلى ولاد مصر كلهم اهلا بك اهلا بك اهلا بك انت شغال ايه؟ اشرح لي نفسك كده الاول عشان نوضح للمشاهد انت تحديت اه 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 في مجال التأهيل المهني ازاي؟ انت شغال ايه حسن؟ انا اشتغال انا شغال بتاع بواب سيارات ازاي يعني بتعمل ايه في الابصورة؟ كل ما يخص ببان الباب كل محتوات الباب امم دي شغلي ازاز مفاتيح بكر كوالين انت مشرحت ليش الاول انت طبيعة اعاقتك انا نوضح للمشاهدين طبيعة اعاقتك ايه؟ اوشان الاطفال امم وانا صغير ايه اللي رمك على السكة دي حسن؟ والله يا فندم انا اصلا في عقلي من زمان امم امم ان انا بحب العربيات اه كان والده اللي يرحمه امم اجيب العربية لعبة اقعد افك فيها تمام واقعد اركبها تاني تمام حتى بحضتك فطبعا لما حصل لي دا وانا عندي ثلاث سنين امم قعدت لغاية 16 سنة اه بعد 16 سنة خلاص بايه تكبر امم طبعا مكملتش تعليم اخواتي البنات تتجوزهم امم امم مفيش سبيل قدامي ماف فيش سبيل قدامي غير من اكل العيش غير ان انا اشتغل ان شاء الله على المه لم ااخذ ذبالة تمام بس اشتغل اللي برابا عليك يا حسن برابا عليك روحت النجار قال لي جاي تعمل ايه ده اول احباط روحت النجارة تاني قعد روحت الواحد ربنا يكبرك له كان اخويا شغال عنده ويكمل هو بدء معاي واخويا كمل بعدهم حسن انت حاسس اللي انت نجح اللهم لك الحمد مش مش شط الفلوس المهم اكون ناجح والناس بتتكلم عني بالخير تقول ايه للي زيك او اللي عندهم اعاقة اقول لي لللي زي او اي معاق من اخواتي قوع تيقاس العزيمة والاراضة دول الاساس ما اللي سمونا اصحاب اراضة ليه علشان احنا اصحاب اراضة فعلا انا قاسف اعاوز اسألك السؤال بقى انت عندك اعاقة احراقية ايو اخرى هل تعتقد ان الاعاقات العقلية والتوحد والدول ممكن نأهلهم في التخصص بتاعك ده هو ممكن انا عندي الاجابة عندي في حاجات تانية بس انا في تخصصك بزي هجاوب حضرتك هو ممكن بس طبعا عمره ما هياخد بضه الوقت مش هيبقى زي الوقت اللي هو السوي يعني مثلا لو انا هعلم سوي خمس مرات مثلا في اليوم وهيتعلم وهيجي منه انا ممكن اعلم ده عشرين تلاتين مرة برفع عليك يا حسن برفع عليك ليه بقى لان انت اكتساب فترة او مدة اكتساب الخبرة بالنسبة للسوي يعني مثلا هنقول 3-4 مرات عبال لما يتقن او يبقى مثلا 70-80% بالنسبة لولادنا فذو الاعاقة العقلية بالذات بياخدوا مدة اطول في التدريب بس ممكن ولا مش ممكن لا مع الارادة ممكن بس يكون عايز يكون عايز طيب انا مفهوم التدريب المهني ومفهوم مبادرة اعاقة بلا بطالة تمام احساسك ايه انت اول لما سمعتها واول لما هدت لك الكتاب وقريته مبسوط جدا وفي جمهة الانبساط وبدأ لحضرتك اللي ربنا يلجحك فيها طيب انا دلوقتي انا عاوز اسألك شوال كان هل تعتقد ان المجتمع هيشجع الابن المعاق لينسى السوق العمل هو طبعا في نظرة يا فندم انا هقولها لك برده لانها حصلت معايا حصلت معايا ازاي يعني ممكن واحد جاب عربية ولقى واحد كده وقف على عبكة ازاي فبصراحة هي حصلت معايا انا شخصيا من سنتين بلقيته بصلي كده فانا بصراحة مسكت فيه ازاي قلت له قلت له معلش يا فندم انا عايز اعمل لك اللي انت عايزه فقال لي لا لقيته هيركب العربية ومش قلت له عشان خطري معلش يوقف فكانت مرايا مرايا بس هي ابتكة بس كده عربية جديدة فعملتها كده بصراحة ام وخدني بايز دماغي وام وخدني بالحض قال لي انا اسف انا استقلت بيك انا بقى الموضوع ده هيشجعني الحاجة جماعة انا عاوز اقول لكم حاجة مهمة انا سبب معرفة حسن هي خناء انا رايح واحد بعاتني له انا ما قلتش عارفه وقال له راح يقول لها ده هيعليج لك السيارة بتاعت ولما رحت بصلي كده قالت علي عد علي كمان يا استاذ كمان ساعتين فانا بصت يعني قلت الرجل ده ايه يعني اللي بتأمر علي كده يعني فوانا ماشي بصت يعني بله بالنفس كنت متدقى منه جدا يعني لقيته فيه عكازات جنبه انا رصب عني انا سبت كل حاجة وبدأت بتقول انسى العربية بقى انت عارف انا شغال ايه ومن هناك اتعلقت بحسن حسن نموذج محترم حسن ده من نموذج من نماذج صناع الامل يا جماعة انا عاوز فيها جيب في كل حالة ان شاء الله حاجة او حالة زي حسن انا اتمنى كل معاق في مصر يحط في حزبانه اللي هو يقدر ويستطيع انه يكون طاقة ايجابية مش كامل مهمة بل بالعكس ان شاء الله مع القيادة بتاعتنا الرشيدة هنوصل لأعلى الدرجات مع ولادنا ذوي العاق يا جماعة تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته